عند أحد المعابر الحدودية في مدينة أوش المضطربة جنوب قرغيزستان مجموعات كبيرة من اللاجئين يستفيدون من عودة الهدوء لأيام لكي يعودوا إلى منازلهم فهؤلاء كانوا قد هربوا إلى أوزباكستان المجاورة قبل أسبوعين خوفاً من بطش العصابات التي أحرقت بيوتهم عندما هربت لم أجد الوقت حتى لجمع أطفالي لقد ذهبوا مع أمي إلى أحد مراكز الحدود وأنا ذهبت إلى مكان آخر كم أنا مشتاقة إلى رؤيتهم هذا الصباح قالوا لي على الهاتف أمي عود إلينا بسرعة الغالبية الصاحقة من الـ 75 ألف لاجئ من الاثنية الأسبكية عادوا تقريباً لكن الخرابة طاول أحياءهم عبيد يعيش اليوم في خيمة فمنزله دمر بالكامل يقولون أننا سنحصل على المساعدة لكن لا أحد يعرف شيئاً إذا لم يساعدون كيف سنعيد بناء بيوتنا السكان من الاثنية الأسبكية تلقوا بعض المساعدات الإنسانية التي يتقاسمونها لا كلام عن الانتقام هنا لكن الثقة بالقرغيز أصبحت موضع تساؤل كيف سنعيش الآن؟ لا أعرف نحن نعيش في خوف هناك نساء حوامل وفتيات خائفات ماذا سنفعل؟ عاشت هذه العائلات الأسبكية في قرغيزستان لقرون يقولون أنهم لن يغادروا أرضهم إلا أنهم قلقون من تجدد العنف ويأملون في الاستفتاء القريب على الإصلاحات الدستورية أن يحافظ على السلام الهش